أنا كلمت مدام إسراء على كل تليفوناتها مقفولة ما تعرفيش هي فين ببأنك مديرة أعمالها يعني؟ أو أعرف هي فين طيب على الأقل طيب حريك أول ما تعرفها أي حاجة كلميني ضروري والنب ريح نفسك لا حدش هيكلمها ملكيش دعوة واضح إن الهنة مش هتشتري القتيل فجات في كلامها وملك فرحانة قوي كده طب بالعند فيك هتشتري القتيل هو أنت ليه مصومة تباقي القتيل وخلاص أحسن ما بيع نفسي وأتجوز أي جوازة والسلام هو أنت عايزة بيع أي حاجة وخلاص؟ عندك حل ثالث طبع ضبط أمورنا مع الضرائب ونقصتهم ده ما كل الناس بتعمل إيه الحل للعبقر ده؟ ده إيه الجمال ده؟ طبع وأجيب بقى حضرتك فلوس الضرائب دي من إين؟ من أرباح القتيل أه حاسبي حاسبي عشان القتيل مليان حاسبي ده القتيل مليان ناس بصي بصي القضة دي وأنا لاقي قوض ولا لاقي ناس ولا لاقي أي حاجة مستعجل على رزق كنت عملت لك ديل مع شركة سياحية هتدمر لنا 300 ليلى لسياحية كل سنة قل لي مبروك بقى وال300 ليلى دول طبعا حيستددولنا الضرائب اللي علينا يعني هل نواية وتسمت الزير نواية؟ لوية ايه؟ أنا عايز الزير ايه طمع ده؟ ما قطلش تبقى جشعة كده تفاقل قولك ايه؟ روح تفاقلي بإيد عني امشي 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 شكرا إلا أنا في إيدها ربي النواية قال